الاهلي مشكورة قدم بس وعضاء النادي عارفين كده عشان كده اجندة النشاط الرياضي في النادي بتحظى باهتمام خاص جدا من مجلس الادارة الالعاب كتيرة الناس يدوب مهتمة بلعبة او بلعبتين اللي مطشاتهم بتتزاعة التلفزيون والسوشيال ميديا بيتكلم فيهم لكن الناس ما تعرفش بقية تفاصيل النشاط الرياضي وبطولاته النادي الاهلي في هذه الدورة في خلال الاربع سنين 3163 ميدالية زهبية ما شاء الله ده كلام الكابتن محمود الخطير بالنسبة للنشاط الرياضي الالعاب الاخرى غير كرة قدم نشوف مع حضرتكم النهار ده النادي الالي في الاربع سنين يا جماعة 3163 ميدالية زهبية في الالعاب الفردية ده رقم مفيش مش في العالم مفيش حاجة كده يعني لو جمعتوا أندية العالم كده مش أجيب الأرقام ديت كمان فيه اللي هي بقى البطولة خلال ربع سنوات بطولة بطولة بقى 322 بطولة رمضان مفزعة يا ملك الصلاة لاعبة النادي الأهل رقم مرعب بعض الفرق دخلت موسوعة جينيس زي كرة الطيرة بعض اللاعبين عملوا تاريخ غير مسبوك على مستوى القرى وفي كل الألعاب يعني مقارنة بلاعب مصري أو أفريقي عمل كل هذه النجاح زي كابتن أحمد صلاح ما حصلش لأي لعبة في التاريخ في أي لعبة جماعية في أفريقي صحيح فكل هذا النجاح ما حد شايفه من كتر الشوشرة الإعلامية والدنيا اللي هي بتاخدك في علامها الإفتراضي الحقائق دي بتطمس ولذلك احنا بنبقى مهتمين أو معانيين أو كل شوية نتصدى والرد ونعمل علشان الواقع بتاعنا محتاج تسويق أفضل من اللي بيحصل ده